فعالياتنا منتهت في ليلة عروق المدينة وعندنا هالبوكس هذا اللي بنعرف وش يحتوي عليه بعد شوي لكن اللي أهم من البوكس المنتج اللي قدموه لنا شركة عروق المدينة بقيمة 199 ريال شامل نصف كيلو من تمر العجوة بالإضافة إلى سبع منتجات منوعة من أجود المنتجات الخاصة فيهم طيب إذا شريت المنتج وش بيجي معها؟ يا يجي معها سيارة BMW أو تجي معها السيارة الأولى شانجان أو تجي معها السيارة الثالثة أيضا شانجان أو قسائم شرائية كاشباك أو هدايا نقدية يعني مستحيل أنك تطلب طلب إلا والهدية بتوصل لك مباشرة عسى الله يجعلها من نصيب من يستحقها وجميعكم تستحقون بإذن الله طيب في سؤال نزل اليوم في حساب القناة حساب قناة الواقع والسؤال كان عن فوائد العجوة وعندنا اليوم كم يا كنترول خمسة ولا ستة؟ خمس بكيجات مقدمة من عروق المدينة والإجابة عن طريق هاشتاغ مراجل ثلاثة بالإضافة إلى هاشتاغ عروق المدينة والإجابات اللي وصلت نقول بسم الله والفائز الأول معنا الفائز الأول بالبكيج الأول الأكاونت أمل زيرو فور زيرو ألف مبروك يا أمل استاهلين البكيج الأول المقدم من شركة عروق المدينة البكيج الثاني استريحوا يا شباب يعطيكم العافية الإجابة الثانية وصلت من فوائد العجوة تخفيض الكلسترول في الدم تمر عجوة المدينة غني بالحديد ويعالج فقرة الدم علاج لتساقط الشعر علاج طبيعي وفعال لفقدان الشهية الوقاية من تصلب الشرايين وصل البكيج الثاني إلى حساب غيمة ألف مبروك يا غيمة الحساب الثالث والبكيج الثالث ويا حظ اللي يبي يكون من نصيبة راحت إلى إعلاج لتساقط الشعر وذكروا جميع الفوائد الموجودة وجميع الحسابات متفاعلة بالمناسبة نشكر جمهور القناة على تفاعلهم واللي حاضر دائما في جميع المناسبات وفي جميع تفاصيل البكيج الثالث من عروق المدينة راحت إلى نورة مبروك يا نورة الأكاونت ألف مبروك يا نورة المقدم من عروق المدينة وكانت إجاباتها ذكر في إحدى الأحاديث الشريفة أن من تناول سبع تمرات عجوة يوميا يمنعه عن الحسد والعين ألف مبروك باقي طيب باقي عندنا الحساب الأخير الفائز معنا والحاصل على بكيج عن طريق الهاشتاغ نقول مبروك الياسين حصولك على بكيج من عروق المدينة يعطيكم الصحة والعافية ألف مبروك للفائزين لا زالت الجوائز والبكيجات ومستمرة والجوائز الكبرى هي شوفة الغالين قال لي من زمان عنهم ليالي وأيام فرقتنا وجمعتنا عروق المدينة وإن شاء الله دائما تجمعنا على المحبة ونجتمع بكل حب دائما وأبدا وكلنا مكملين البعض أكيد بلا شك طبعا نذكر بالبكيج وبعدها ننتقل إلى الصوت الشجي والطربي